اشتركوا في القناة الجديد للمنطقة طبعا هاد المنتزه جاء واحد نتيجة اتفاقية شراكة بين جماعة الدار البيضاء ووزارة الانمية المستدامة اعرف جوج ديال المراحل اولا كانت اعادة هاي المطرح القديم اللي اعرف واحد سنوات ديال الاشتغال اليوم جاءت المرحلة التانية اللي هي خلق من هاد المنتزه ولا من هاد المنطقة منتزه جديد ان شاء الله مساحة الاجمالية 12 هكتار القيمة ديال الاشغال 19 مليون ديال الدرهم والمدة ديال انجاز 7 اشهر طبعا اليوم هاد المنتزه غادي عرف تواجد لملتاقى الاجيال لانه بغينا هيكون منتزه للاطفال منتزه للشيوخ منتزه للرياضة والشباب كان لباركور ديال خمسة ديال الكيلومتر للجاري كان مناطق اللي غادي تكون خاصة بالالعاب الاطفال ومناطق اخرى مخصصة للشيوخ اللي عندهم متطلبات اخرى الغاية من هاد شي طبعا هو خلق منتزه لكل مقاطعة وهاد شي رهجا في برنامج العمال ديالنا اليوم محتاجة الدار البيضة لمساحات خضراء جديدة من اجل اعادة البيئة يعني المبتغى الاجمالي هو اننا نوصلوا الواحد الهدف هو اننا نقلصوا من درجة الحرارة ونقلصوا من تاني اكسيد الكربون اللي عندنا داخل المدينة وطبعا هاد المساحة الجديدة ما الا بغا تكون متنفس كبير وفي نفس الوقت يعني تصحيح للبيئة داخل المنطقة كيف ما شفتي عندها خاصيات لانها فيها اعادة تأهيل وبالتالي الانواع ديال الاشجار اللي اليوم غدا تغرس 140 الف اغبست مع 140 شجرة اللي غاديم كلها تعطي واحد الجمالية للمنطقة كل شي كان مدروس حتى نوعية المغروسات ان شاء الله غدا تكون تهيك تواكب البيئة ديالنا وندرة المياه وبالتالي هاد يكون نعني كان تفكير حتى في هاد اللي هاد يغرسو والمياه للسقي طبعا تهي تخدس بعي الاعتبار جوج كينا اللو للمحطة ان شاء الله وهذا حتى هو داخل برنامج العمل الجديد وهو خلق محطات من اجل سقي مدينة صدالبي داء اجماليا اليوم برنامج غادي نطلق جوج ديال البلاينز في العنق وهنا في البرنوسي من اجل سقي ديال العديد ديال مساحات الخضراء وهذا المنتزه ايضا غادي يكون غادي يعني غادي ياخد الحصة ديالو من هاد السقي بالمياه العديمة وعننا ايضا السقي بطرف العين اللي كينا ديال سيد البرنوسي اللي الجميع كي عرف فكان اعتبروها يعني هي انطلاقة لمشروع المساحات الخضراء لمجلس مدينة صدار البيضاء والهدف طبعا هو ارضاء الساكنة باش نخليولها منتزهات في كل المقاطعات ما تبقاش تمشي نضرب مسافاش باش يمكن لها تلقى منتزه فكان ضن على انه مشروع طبعا هاني اللي ساكنة صدار البيضاء وساكنة سيديموا من بالخصو بتدبير سي كذا بي ان شاء الله يمكننا ناخدوها بعي الاعتبار لاننا غادي تكون طبعا احنا حافز اليوم كنشتغلوا على ان التنمية الاقتصادية لبلدنا والمدينتنا تكون طبعا منطلق من الساكنة اللي كتكون مجاورا للمشاريع بصفة عامة هذا الفضاء كي يجي الافتتاح اليوم بعد فترة سابقة اللي كانت خاصة بتأهيل ديال هاد الفضاء انتو ما كتعرفوا ان هذا كان مطرح قديم في المنطقة ديالسي دي موما الان كنشوفوا انه اصبحت عنده حلة جديدة وغادتكون ان شاء الله حلة افضل مني غادي يكمل شغال ديال هاد الفضاء اللي حاولنا نقوم به هو انه غادي يكون فضاء كي يستقبل جميع الفئات العمرية ديالسي دي موما من الاطفال الى الناس المسنين وبالتالي الشباب بين سيرتاهم عندهم المكان ديالهم هنا فبالتالي غادي يكون فضاء ترفيهي فضاء آآ تقافي آآ فضاء ريادي آآ وفضاء اخضر لي ساكنة سيدي موما اللي كتعاني من وجود فضاءات مثل هذه ينطلبو من كازا بيئة هي اللي غادي تكلف بالتدبير ذي لاد المرفق بعد نهاية الاشغال منه وبطبيعة الحال غادي نطلبو منه باش اكتر اكتر العمال اللي غادي يشتغل هنا يكونوا من ساكنة سيدي موما هذا تبيعي الامن غا تكلف به كازا بيئة يعني هي اللي غادي تشرف على التدبير ديال المرفق وبطالي غادي 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 تدبير دلو من جميع النواحي الامنية الفنية اللي مالية الى اخيرة ترجمة نانسي قنقر